بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كان رسولنا صلى الله عليه وآله وسلم يسير مع أصحابه الفضلاء في بعض طرق المدينة معه الصحابة ردوان الله عليهم يلتمسون من أنواره صلى الله عليه وآله وسلم وإذا بصبي صغير يلعب في الطريق فرأت أم ذلك الصبي القوم فخشيت أن ينطأ بالأقدام ألا يراه الصحابة ردوان الله عليهم فذهبت مسرعة إلى ذلك الصبي وقالت ابني ابني فنظر الصحابة ردوان الله عليهم إلى هذا الموقف وقالوا يا رسول الله هل هذه المرأة تلقي هذا الصبي في النار قال لا ثم أراد صلى الله عليه وسلم أن يبشرهم فقال ولا يلقي الله حبيبه في النار ولا يلقي الله حبيبه في النار أي الذي يتعبد لربه سبحانه وتعالى حتى ولو وقع الإنسان في بعض الذنوب والآثام والمعاصي ولكنه تاب إلى ربه سبحانه وتعالى فإن الله يغفر له هذه الذنوب يقول الله سبحانه وتعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم هذه الآية الكريمة تفتح أبواب الأمل والرحمة والفرح لقلب كل مؤمن يتعلق بالله سبحانه وتعالى وتفتح باب الأمل والمغفرة حتى للمذنبين العاصين الذين ربما يقعون في المعاصي والذنوب قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله الإمام الصيوطي رحمه الله تعالى يقول هذه الآية أرجى آية في كتاب الله تعالى لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى بشر هؤلاء الذين أسرفوا في فعل الذنوب والمعاصي بمغفرة الذنوب وانظر إلى الآية قل يا عبادي الذين أسرفوا في بداية الآية الله سبحانه وتعالى يناديهم ويصفهم بالعبودية قل يا عبادي وهذا من أجل أن يسارع العبد في التوبة إلى الله لأنه إذا كان لله عبدا فإن الله يغفر له الذنوب ثم جاء الأمر بعد ذلك قل يا عبادي الذين أسرفوا وصفهم الله سبحانه وتعالى بأنهم أسرفوا في الذنوب بأنهم فعلوا بعض الذنوب بأنهم ربما فعلوا الكبائر قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم بشرهم لا تقنطوا من رحمة الله لا تيأسوا من رحمة الله لماذا؟ إن الله يغفر الذنوب لم تقف الآية الكريمة إلى هذا الحد إن الله يغفر الذنوب ولكن أراد أن يؤكد هذه المغفرة إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم لذلك هذه الآية تفتح باب الرحمة للمذنبين وللمقصرين الذين ربما ابتعدوا عن منهج الله سبحانه وتعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله أسرفوا على أنفسهم ويناديهم ربه سبحانه وتعالى أسرف على نفسه ولا يتركه ربه سبحانه وتعالى لأنه لا يترك عباده أسرف على نفسه بفعل المعاصي ويطلب منه أن يعود إليه حتى يغفر له الذنوب والآثام قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا أسرف على نفسه بعدم الصلاة فتاب وعاد وأناب وحافظ على الصلوان أسرف على نفسه كان لا يصوم رمضان ثم تاب وعاد إلى ربه أسرف على نفسه كان عاقا لوالده ولوالدته ثم قبل الرأس واليد والقدم وطلب العفو والمغفرة فيبشره الله قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا هي رسالة لمن وقع في الذنوب والمعاصي أن يعود إلى ربه سبحانه وتعالى لأنه يخاطب هؤلاء الذين وقعوا في الذنوب والمعصية بأن يعودوا إليه ووصفهم بالعبودية وبشرهم بمغفرة الذنوب والآثام قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا الذنوب والآثام وأن يجعلنا من أهل الرحمة والمغفرة دمتم في رعاية الله وأمنه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة